اعزائي طالبات وطلبة شهادة السنوات العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في اخر حلقة من حلقات مراجعة مادة الاحصاء احنا درسنا في الاحصاء خمس موضوعات الموضوع الاول كان الارتباط وبعدين الانحضار ثم الاحتمال الشرطي والتوزعات الاحتمالية والمتغيرات العشوائية واخيرا التوزيع الطبيعي المعياري وغير المعياري تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال في حلقة اليوم اجيب عن الاسئلة الاتي اذا كان الف وبه حدثين مستقلين من فضاء العينة فيه لتجربة عشوائية حيث لم الف يساوي 3 من 10 ولم الف فرق به يساوي 6 من 100 فان لم به يساوي نق يا طرى عندي اربع اختيارات 8 من 10 4 من 100 2 من 10 94 من 100 انا عندي لم الف فرق بيه بيساوي 6 من 10 طب مين شطر يقولي هو لم الف فرق بيه بيساوي ايه؟ بالظبط كده ده لم الف فرق بيه عبارة عن لم الف ناقس لم الف تقاطع بيه ابدأ اعوض في هذا القانون ومنها طبعا ادي عندي اللام الف كان بتلاتة من 10 ناقس لم الف تقاطع بيه ده المجهول بيساوي 6 من 100 اللي هي لم الف فرق بيه كده اقدر اجيب لم الف تقاطع بيه اذا لم الف تقاطع بيه عبارة عن 3 من 10 ناقس 6 من 100 ومنها لم الف تقاطع بيه يساوي 24 من 100 بيقولي ايه بقى بعد كده؟ ده الف وبيه حدثين مستقلين طب لما يكون الالف والبيه حدثين مستقلين ده معنى ايه؟ ان لم الف تقاطع بيه بالظبط برافو بيساوي لم الف في لم بيه طب ما انا عندي اللام الف تقاطع بيه جبته ب24 من 100 وعندي اللام الف بتلاتة من 10 وعندي اللام بيه مجهولة ده هو ده المطلوب اذا 24 من 100 بتساوي 3 من 10 في لم به ومنها لم به تساوي ايه؟ بالظبط كده 24 من 100 على 3 من 10 اذا لم به تساوي 24 من 100 على 3 من 10 الناتج يساوي 8 من 10 اذا كان صاد متغيرا طبيعيا معياريا بحيث لم مقياس صاد اصغر من او يساوي كاف بيساوي 9544 من 10 تلاف فان كاف تساوي نقط يطرى واحد اتنين تلاتة اربعة بيقول لي ايه في العلاقة اللي مدهالي ان احتمال مقياس الصاد اصغر من او يساوي كاف بتساوي 9544 من 10 تلاف طبعا بكده انا لازم ارسم المنحانة يبقى عندي من سالب كاف الى كاف بيساوي الناتج اللي امام ده عبارة عن لم صاد اكبر من او يساوي 0 واصغر من او يساوي سالب كاف زائد لم صاد اكبر من او يساوي 0 واصغر من او يساوي كاف يساوي 9544 من 10 تلاف طبعا من سفر السالب كاف هي نفسها من سفر الكاف يبقى كأني بقول ايه لم صاد اكبر من او يساوي 0 واصغر من او يساوي كاف زائد لم صاد اكبر من او يساوي 0 واصغر من او يساوي كاف يساوي 9544 من 10 تلاف يبقى اذا اتنين لم صاد اكبر من او يساوي 0 واصغر من او يساوي كاف يساوي 9544 من 10 تلاف حقسم الطرفين على 2 يبقى لمصاد أكبر من أو يساوي السفر وأصغر من أو يساوي الكاف بتساوي 4772 من 10 تلاف أكشف في الجدول عن الرقم اللي أمامي ده حلاء الكاف بتساوي طبعا في هذه الحالة الكاف بتساوي 2 وبالتالي باختار الإجابة 2 إذا كان سين متغير عشوائي متقطع وكان التوقع يساوي 5 والانحراف المعياري يساوي 3 فإن مجموع سين تربيع في دال سين يساوي نقط يطرى بيساوي 9 9 25 26 24 أنا عندي سجمة تربيع بتساوي مجموع من رق بتساوي 1 إلى نون سين تربيع في دال سين ناقص ميوتربيع أبدأ أعوض يبقى إذن 9 بتساوي مجموع من رق بتساوي 1 إلى نون سين تربيع في دال سين ناقص 25 إذن في هذه الحالة يبقى مج من رق بتساوي 1 إلى نون سين تربيع في دال سين يساوي 9 زائد 25 يساوي 34 إذا كان ألف وبيه حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائي وكان ألف جزء من به فإن لم ألف تقاطع به يساوي نقط 1 لم ب 2 لم ألف شرطة 3 3 لم ب شرطة 4 1 ناقص لم ألف شرطة طيب مش إحنا عندنا الألف جزء من به يبقى ده معناه إيه إن التقاطع يديني الألف والاتحاد يديني ال به يبقى إذن أو عندي بما أن ألف جزء من به إذن لم ألف تقاطع به بيساوي لم ألف طب أنا ما عنديش في الإجابات لم ألف أنا عندي كان أربع اختيارات الاختيار الأول كان لم به التاني لم ألف شرطة التالت كان لم به شرطة الأخير كان واحد ناقص لم ألف شرطة أي وهو ده طبعا الإجابة لأن الواحد ناقص لم ألف شرطة هي نفسها لم ألف إذا كانت درجات طلاب فصل في امتحان الإحصاء تتبع توزيعا طبيعيا متوسطه 75 وتباينه 25 وحصل أحمد في هذا الامتحان على 80 درجة فإن درجة أحمد في صورته المعيارية هي واحد خمسة سالب واحد سالب خمسة طبعا درجة أحمد في الصورة المعيارية عبارة عن إيه؟ طبعا أنا أحولها لصات اللي هي 80 ناقص ميو على سجمة يبقى درجة أحمد في الصورة المعيارية بتساوي 80 ناقص ميو على سجمة يعني 80 ناقص 75 على 5 الناتج بيساوي طبعا واحد لأن 80 ناقص 75 بخمسة وخمسة على خمسة الناتج يساوي واحد إذا كان سين متغير عشواء مدى المجموعة سفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة وكان لمسين تساوي سفر بيساوي لمسين يساوي أربعة يساوي واحد على ستاشر وكان لمسين بيساوي واحد يساوي لمسين يساوي ثلاثة يساوي واحد على أربعة فإن لمسين أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من أو يساوي ثلاثة يساوي نقص ومديني أربع اختيارات الاختيار الأول 1 على 8 الثاني 3 على 8 الثالث 5 على 8 والرابع 7 على 8 أنا هعمل الجدول بتاع التوزيع الطبيعي بتاع المتغير العشوائي الأمامنا هو أدي سين وعندي قيمها بسفر 1 2 3 أدي 4 دلت سين الليها دلت السفر ب1 على 16 ودلت الواحد عبارة عن 1 على 4 دلت الاتنين أنا معرفهاش فرطها كاف دلت 3 ب1 على 4 وأخيراً دلت 4 ب1 على 16 طب ما أنا عندي علاقة بتقولي إن دلت سين واحد زائد دلت سين اتنين زائد دلت سين تلاتة إلى دلت سين نون بتسوي كام بالزبط كده بتسوي واحد يعني دلت سفر زائد دلت واحد زائد دلت اتنين زائد دلت تلاتة زائد دلت أربعة النتج بيسوي كام بيسوي واحد أنا أمامي دل سفر بكام بواحد على 16 ودلت الواحد بكام بواحد على 4 وده اللي تتنين دي انا معرفهاش بكاف وده اللي التلاتة بواحد على اربعة وده اللي تاربعة بواحد على ستاشر قلنا ايه العلاقة اللي اقدر اجيب منها كاف ان الواحد على ستاشر زائد واحد على اربعة زائد كاف زائد واحد على اربعة زائد واحد على ستاشر كل دول مجموحهم بكام بالزبط كده بيساوي واحد يبقى كاف بتساوي واحد ناقص وافتح قوس 1 على 16 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 1 على 16 ومنها كاف بتساوي 3 على 8 إذن لمسين أكبر من أو يساوي 1 وأصغر من أو يساوي 3 حجم عباء يبقى 1 على 4 زائد 3 على 8 زائد 1 على 4 الناتج بيساوي 7 على 8 وبالتالي باختار الإجابة 7 على 8 إذا كان سين متغير عشواء طبيعي متوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجم فإن لمسين أكبر من ميو يساوي نقط مديني أربع اختيارات 0 1 5 من 10 سالب 5 من 10 المعطى اللي عندي إيه؟ بما أن لمسين أكبر من ميو إذن لمسات أكبر من هحول طبعا السين إلى صاد فبطرح ناقس ميو على سجمة يبقى لمسات أكبر من ميو ناقس ميو على سجمة ميو ناقس ميو بسفر يبقى سفر على سجمة الناتج بسفر يبقى بيساوي لمسات أكبر من سفر واللي أكبر من سفر يعني نص المنحنة بيساوي 5 من 10 وبالتالي باختار الإجابة 5 من 10 إذا كان العلاقة بين طول دلع مسلس متساوي الأضلع ومحيطه هو ارتباط نقط طردي قوي عكسي قوي طردي تام عكسي تام طبعا أنا عندي محيط المسلس بالمتساوي الأضلع عبارة عن 3 فطول دلع فكل ما زاد طول دلع كل ما زاد المحيط وبالتالي باختار الإجابة طردي قوي السؤال اللي بعده إذا كان سين متغير عشوائي متصل ده اللي تكسافت الاحتمال هي ده السين تساوي سين زائد 1 على 8 حيث سين أكبر من كاف وأصغر من كاف زائد 2 وبعدين سفر فيما عدا ذلك اوجد قيمة كاف ثم احسب لم سين أكبر من أو تساوي 3 تعالوا كده نحل مع بعض هذا المثال بيقول لي إيه في المعطى؟ إن دلت سين بتساوي سين زائد 1 على 8 تعالوا نجيب دلت الكاف ودلت كاف زائد 2 يعني إيه دلت كاف؟ يعني هشيل السين وعوض عنها بكاف ومرة تانية هشيلها وكتب بدلها كاف زائد 2 يبقى دلت كاف بتساوي إيه؟ بدل السين كاف فهتبقى كاف زائد 1 على 8 هنجيب بعد كده دل كاف زائد 2 يبقى كاف زائد 2 زائد 1 على 8 يعني كاف زائد 3 على 8 وقادي الشكل بتاع المنحنة بتاعنا من الكاف لكاف زائد 2 بيقول لي إيه في العلاقة بتاعتي؟ إن الدلت دلت كسافة احتمال ده معنى إيه؟ برافو عليكم ده معنى أن المساحة الكلية بتساوي كم؟ بتساوي 1 مساحة الشكل اللي أمامي ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن شبه منحرف يا ميستر مساحته بتساوي نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في طول الارتفاع منهم القاعدتين المتوازيتين اللي هي دلت كاف ودلت كاف زائد 2 أبدأ أعوض وبما أن الدلت دلت كسافة احتمال إذن المساحة الكلية بتساوي 1 يعني إذن مساحة شبه المنحرف اللي هو نص في مجموع القاعدتين القاعدة الأولى كانت كاف زائد 1 على 8 زائد القاعدة التانية كانت كاف زائد 3 على 8 في الارتفاع عندي 2 الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1 طيب أنا طبعا حضر بالنص في كاف زائد 1 على 8 زائد كاف زائد 3 على 8 في 2 يبقى عندي البسط عبارة عن 2 كاف زائد 4 على 8 بيساوي 1 لأن النص بتختصر مع الاتنين إذن اتنين كاف زائد 4 على 8 بتساوي 1 تعالوا نحل هذه المعادلة يبقى اتنين كاف زائد 4 بيساوي 8 في 1 بيكون النتج بيساوي 8 أهو يبقى اتنين كاف زائد 4 بيساوي 8 نكمل باقي حل المعادلة عاوز اتخلص من الاربعة بضيف سالب 4 للطرفين أو ان انا اخرج الاربعة بعكس الاشارة يعني اتنين كاف بتساوي 8 ناقص 4 يعني اتنين كاف بتساوي 4 عاوز اتخلص من الاتنين اقسم الطرفين هنا على اتنين يبقى اذا الكاف بتساوي اتنين وبكده انا حصلت على قيمة كاف كان فيه مطلوب تاني بقى بيقول لي ايه احسب لمسين اكبر من او يساوي 3 ادي عندي شكل منحنة مرة تانية اكبر من او يساوي 3 يعني من 3 للكام للاربعة فبالتالي انا حاجيب دل للتلات يعني ايه دل للتلاتة اعوض عن السين بتلاتة دل للتلاتة عبارة عن 3 زائد 1 على 8 طبعا 3 زائد 1 باربعة 4 على 8 الناتج بيساوي نص اذا دل للتلاتة بنص يبقى لمسين اكبر من او يساوي 3 الشكل برضو عبارة عن شبه منحرف وقولنا مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في طول الارتفاع اللي هي دلت التلاتة ودلت الاربعة دلت التلاتة جبناها بكام؟ بنص دي القاعدة الاولى القاعدة التانية دلت الاربعة بكام؟ اه دي بخمسة على تمانية يبقى المساحة عبارة عن ايه؟ لمسين اكبر من او يساوي 3 نص في نص زائد خمسة على تمانية في الارتفاع عندنا واحد اهي نص في نص زائد خمسة على تمانية في واحد الناتج بيساوي 9 على 16 من بيانات الجدول ادي عندي جدول امامي لقيم سين وصادة هي طبعا دي بيانات وصفية وليست رقمية السين كان التأدير الاول ممتاز التاني جيد التالت جيد جدا الرابع مقبول الخامس ضعيف السادس جيد بالنسبة لصاد كان التأدير الاول جيد التاني ضعيف التالت مقبول الرابع ممتاز الخامس جيد جدا واخيرا السادس مقبول احسب معامل ارتباط الروتابلس بيرمان بين سين وصف طبعا عشان اجيب معامل ارتباط الروتابلس بيرمان انا لازم ارتب هذه القيم اما تصاعديا او تنازلي ادي عندي الجدول اللي هعمل فيه الرتب طبعا انا عندي ست قيم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست رتب سين انا هرتبهم تصاعدي يبقى الضعيف اول واحد بعده مقبول اللي بعده جيد اللي بعده جيد اللي بعده جيد جدا واخيرا ممتاز رتب صاد ضعيف مقبول 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 جيد جيد جدا واخيرا ممتاز اذا الضعيف ترتيبه كام رتبته واحد والمقبول رتبته اتنين ده بالنسبة الرتب سين طب الجيد ده انا عندي تلاتة واربعة ترتيب تلاتة وترتيب رابع يبقى الجيد رتبته كام عندي يبقى تلاتة زائد اربعة على اتنين يعني سبعة على اتنين اذا رتبت الجيد تلاتة ونص طب ترتيب جيد جدا بخمسة ترتيب ممتاز ست بالنسبة لصاد رتبت الضعيف واحد رتبت المقبول عندي ترتيبه اتنين وثلات هجيب متوسطهم يبقى اتنين زائد تلاتة بخمسة خمسة على اتنين يعني اتنين ونص رتبت الجيد اربعة رتبت جيد جدا خمسة ترتيب ممتاز بست بعد كده بكون الجدول من ست خنات العمود الاول بكتب فيه سين والتاني صاد التالت رتب سين الرابع رتب صاد الخامس فرق الرتب فيه واخيرا بربع الفيه تعالوا نكتب السين ادي عندي ممتاز جيد جيد جدا مقبول ضعيف واخيرا جيد بالنسبة للصاد عندي جيد ضعيف مقبول ممتاز جيد جدا مقبول رتب سين يا طرى الممتاز ترتيبه ايه عندي كان ستا طب الجيد اتفقنا ثلاثة ونص جيد جدا خمسة مقبول اتنين ضعيف ترتيب واحد جيد ترتيبه تلاتة ونص بالنسبة للرتب صاد الجيد ترتيبه اربعة الضعيف ترتيبه واحد المقبول ترتيبه اتنين ونص ممتاز ترتيبه ستة جيد جدا ترتيبه خمسة مقبول رتبته اتنين ونص بعد كده العمود الخامس هجيب فيه فيه اللي هي فرق الرتب فرق الرتب يعني ستة ناقص اربعة يساوي اتنين تلاتة ونص ناقص واحد اتنين ونص خمسة ناقص اتنين ونص باتنين ونص اتنين ناقص ستة بسالب اربعة واحد ناقص خمسة بسالب اربعة تلاتة ونص ناقص اتنين ونص الناتج بواحد آخر عمود بربع الفيه مربع الاتنين أربعة مربع الاتنين ونص بستة خمسة وعشرين من مية مربع الاتنين ونص مرة تانية ستة خمسة وعشرين من مية أربع السلب أربعة بستاشر أربع سلب أربعة مرة تانية بستاشر وأخيرا مربع الواحد بواحد بجمع العمود الأخير أربعة زائد ستة وخمسة وعشرين من مية زائد ستة فاصل خمسة وعشرين زائد ستاشر زائد واحد الناتج بيساوي تسعة واربعين ونص كده أقدر أكتب القانون وأعوض فيه تعويض مباشر مين يقول لي القانون اللي بجيب بيه معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بالزبط كده ريه بيساوي واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد أدي عندي القانون ريه تساوي واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد أنا جبت مج فيه تربيع دلوقتي وعندي النون بيكام بالزبط كده بستة يبقى النون تربيع بيكام بستة وتلاتين يعني الره بتساوي هذه عندي واحد ناقص أربعة في تسعة واربعين وخمسة من عشرة على ستة في ستة تربيع ناقص واحد ثاني بقول ريه بتساوي واحد ناقص ستة في تسعة واربعين وخمسة من عشرة على ستة في ستة تربيع ناقص واحد الناتج يساوي سالب واحد واربعين من مي إذا كان سين متغيرا عشوائيا متقطعا توزيعه الاحتمالي كالآتي سين ودالة سين قيم سين كانت عندي 0 1 2 3 دال سين ري طبعا دالة السفر ب3 على 2 كاف تربيع دالة الواحد بنص كاف دالة الاثنين باثنين على 3 كاف دالة الاثنين بنص كاف تربيع اوجد قيمة كاف اثنين المتوسط والتباين للمتغير العشوائيسي انا عندي طالما هذه الدالة تمثل توزيع احتمالي للمتغير العشوائيسين ده معنى ايه؟ ده معنى ان دالة سين واحد زائد دالة سين اثنين زائد دالة سين تلاتة زائد دالة سين نون كل دول بكام؟ بالزبط كده برافو عليك ويساوي واحد اذا 3 على 2 كاف تربيع زائد تلت كاف زائد 2 على 3 كاف زائد نص كاف تربيع يساوي واحد طبعا هنا انا بجمع الحدود المتشابهة عندي 3 على 2 كاف تربيع زائد نص كاف تربيع يعني الناتج بيساوي 4 على 2 يعني 2 كاف تربيع والتلت كاف زائد 2 على 3 كاف الناتج ب3 على 3 كاف يعني كاف يبقى مجموع الكلام ده بيساوي ايه؟ اذا 3 على 2 كاف تربيع زائد نص كاف تربيع ديحدود متشابهة زائد 1 على 3 كاف زائد 2 على 3 كاف ديحدود ايضا متشابهة الناتج بيساوي واحد اذا 2 كاف تربيع زائد كاف ناقص واحد بيساوي سفر امامي معادلة من الدرجة التانية في متغير واحد احلها احصل منها على قيمة كاف اذا ادي عندي حللت المقدار اللي امامي 2 كاف ناقص واحد في كاف زائد واحد بيساوي سفر ومنها كاف بتساوي نص او كاف بتساوي سالب واحد طبعا لانه سالب ده مرفوض وبالتالي يبقى قيمة كاف بكام يبقى الكاف بتساوي نص كده التوزيع الاحتمالي للمتغير سين اقدر اكتب هيكون عبارة عن الجدوى لو امامي ادي عندي سين ري ودي ده السين ري السين ري كانت سفر واحد اتنين تلات دلت سين ري بقى لو فاكرينها هتبقى تلاتة على تمانية وبعد كده دلت الواحد بسدس ودلت الاتنين بواحد على تلاتة ودلت التلاتة بواحد على تمانية اصبح امامي التوزيع الاحتمالي واضح كان مطلوب كمان عاوز المتوسط والتباين عشان اجيب المتوسط والتباين لازم اعمل الجدول الات ادي عندي جدول فيه اربع خنات الخانة الاولى عندي سين ري التانية طبعا قيم السين بسفر وواحد ادي اتنين و ادي تلاتة في الاخر المجموعة ده السين ري لها دلت السفر بثلاتة على تمانية دلت الواحد بواحد على ستة دلت اتنين بواحد على تلاتة دلت التلاتة بواحد على تمانية العمود التالت عبارة عن سين في دلت سين يعني هضرب السفر بثلاتة على تمانية السفر بثلاتة على تمانية بسفر بعد كده واحد في واحد على ستة يبن ناتج بواحد على ستة 2 في 1 على 3 الناتج 2 على 3 3 في 1 على 8 الناتج 3 على 8 بجمع العمود التالت ده عشان اقدر اجيب منه ميو يبقى سفر زائد 1 على 6 زائد 2 على 3 زائد 3 على 8 الناتج 29 على 24 العمود الاخير عبارة عن سين تربيع في دلسين يعني بربع السين واضربها في دلسين القيمة الاولى سفر مربع السفر بسفر في 3 على 8 الناتج ايضا بسفر اربع 1 مربع الواحد واحد في 1 على 6 الناتج بواحد على 6 اربع الاثنين 2 في 2 باربعة في 1 على 3 الناتج 4 على 3 اربع التلاتة 3 في 3 بتسعة في 1 على 8 الناتج بـ 9 على 8 بجمع العمود الاخير سفر زائد واحد على 6 زائد 4 على 3 زائد 9 على 8 الناتج بـ 21 على 8 كده اقدر احصل على المتوسط ميو بيساوي مجموع من ري بيساوي 1 الى نون سين ري في دل سين ري وعندي طبعا الميو مباشرة بتسعة وعشرين على 24 طبعا ده بالتقريب يبقى واحد واثنين من عشر المطلوب التاني عاوز التباين اللي هو سيجمة تربيع ده عبارة عن مجموع من ري بيساوي 1 الى نون سين تربيع في دل سين ناقص ميو تربيع طبعا انا جبت سين تربيع في دل سين من الجدول بواحد وعشرين على تمانية ناقص الميو كانت بيساعة وعشرين على اربعة لكل تربيع اذا التباين اللي هو سيجمة تربيع يساوي واحد وعشرين على تمانية ناقص تسعة وعشرين على اربعة وعشرين لكل تربيع الناتج بيساوي واحد وستاشر من ميو وكده عزائي الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم وأتمنى لكم التوفيق دائما تحياتي وتحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته